اهلا بكم في ملفات تهدد الخلافات السياسية في العراق مشروع تشكيل الحرس الوطني العراقي وتسليح ابناء العشائر لمساندة الجيش في حربه ضد تنظيم داعش في المقابل وضعت الولايات المتحدة تسليح العشائر شرطا اساسيا لارسال المزيد من المستشارين العسكريين الى الانبار التي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات العراقية ومسلحي التنظيم احمد فاضل من بغداد ومعه التفاصيل دعما للقوات العراقية في مواجهة تنظيم داعش توصلت الحكومة الى اتفاق يقضي بتسليح ابناء العشائر بدءا بمحافظتي الانبار وصلاح الدين اللتان تشهدان مواجهات مستمرة مع تنظيم داعش من شاب دوعش من شابه من شاب دوعش من شابه في العاصمة الاردنية عمان وضع رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال لقائه بعدد من شيوخ الانبار الخطوط العريضة لمشروع تسليح ابناء المحافظة ودمجهم ضمن الحرس الوطني الذي سيتولى اسناد القوات العراقية وادارة الملف الامني بعد انتهاء المعارك مع داعش السيد حيدر العبادي في لقاء مع وجهاء وعشرائر الانبار في عمان اكد لهم بذرس قاطع نحن معكم في تحرير مدنكم لن نترككم حاضرين لتسليحكم ولدعمكم ولكن ابدأوا وبالتالي نحن نحيي هذه العشائر تسليح ابناء العشائر اصبح بالنسبة للولايات المتحدة شرطا اساسيا لدعم القوات العراقية بالمزيد من المستشارين العسكريين الامريكيين في محافظة الانبار وهذا ما جاء على لسان رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكية جنرال مارتن ديمسي واستطرحيب من قبل الحكومة المحلية لمحافظة الانبار التي طالبت بضمانات من العبادي بعدم ترك مقاتلي العشائر بعد تطهير مدن الانبار من داعش يفترض ان صير مصالح حقيقية تعديل للقوانين إلغاء المخبر السري خلينا نقول اطلاق صراحة المعتقلين وإيجاد وظائف لهذه الشباب اللي يعطل على العمل يفترض ان يشرع قانون وله موجود بالمادى السابع الدستور يعني على مقاضات من يتحدث ومن يثير النعرات الطائفية لكن لأزف لم يفعل لهذه الأحضار وتهدد الخلافات السياسية حول مشروع الحرس الوطني بإفشال هذا المشروع فهناك من يتخوف أن يتحول هذا الحرس إلى بدين للمؤسسة العسكرية وآخر يخشى أن يكون مدخلا لإعادة المؤسسة العسكرية القديمة بعض الكتل السياسية تجد في تشكيل الحرس الوطني من الضرورات لدعم القوات الأمنية وأخرى ترى فيها من المحظورات ما يسهم في تشكيل ميليشيات مناطقية أحمد فاضل الغدو العربي بغداد قال رافد جبور المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي في حديث خاص بقناة الغدو العربي إن الحكومة أصدرت أوامرها بتقديم الدعم والإسناد لعشرة البونمر التي يحاصلها تنظيم داعش في مدينة هيت بمحافظة الأنبار الأوامر صدرت بمزيد من الإسناد لمدينة هيت ولعشائر البونمر القريبة منها التي تخوض مواجهة بطلة ومواجهة حاسمة مع الإرهابيين هذه واحدة بالحقيقة من جبهات القتال التي تخوض فيها قواتنا البطلة والعشائر العربية في الأنبار وفي غيرها مواجهة مع هؤلاء الإرهابيين كما تقدم في خواركم طبعا أيضا في مدينة بيجي كان هناك تقدم كبير وانتصار الحكومة العراقية في حالة حوار مستمر الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء على مدى الأيام الماضية التقى على الأقل بأربع وفود عشائرية من الأنبار ومن صلاح الدين وكان هناك تباحث تام على جميع المواضيع واستماع متبادل لوجهات الطرفين تم وضع الملاحظات التي تشخصها الحكومة في هذه المناطق بالمقابل تم الاستماع لما يقوله الشيوخ الأساس هناك مزيد من الإسناد لتلك الجبهة الملتهبة لكنها حرب نخوضها على جبهات كثيرة في الحقيقة كما أكد جبوري أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يؤمنون بأن العشائر بإمكانها لعب دور كبير في محاربة الإرهاب وقال أيضا إنما تعرضت له عشارة البونمر في هيت من شأنها أن يعزز ثقة العشائر العراقية بالحكومة السعية لترضي التنظيم ما حصل برغم ساويته يؤكد وجهة نظر رئيس الوزراء والحكومة العراقية وكل شريف بالعراق هذا تنظيم مجرم يستهدف كل العراقيين لا يفرق بين أبناء مذهب وآخر ها أنت ترينهم يستهدفون السنة أولا اليوم مثلا هذا تنظيم كل تصرفاته إجرامية بالعكس هذا سيعزز الوحدة الوطنية برغم مساويته حادث مثل هذا يعزز الوحدة الوطنية بين كل أبناء الشعب العراقي الكل اليوم الكل في العراق يواجهون هذا الخطر ليس هناك أحد بمنأة عنه فلذلك نقول حتى هذه الحوادث المؤلمة الدامية في إطار هذه الحرب التي نخوضها ونحقق فيها الحمد لله انتصارات تحدثت عن بيجي وهناك أيضا انتصارات أخرى حدثت لا تنكر في جرف الصخر وفي طريق سامراء الفلوجة هذه محاور حاسمة كانت لفترة طويلة تخضع إما لسيطرة الإرهابيين أو لوجود فاعل لهم اليوم تطاهرت منهم فلذلك حتى هذه الأحداث المؤلمة تعزز من صمود العراقيين ومن وحدتهم والوحدة هي طريق النصر الوحيد أمام العراقيين يجب أن يتوحدوا جميعا ينضم إلينا من عمان الدكتور فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي وهنا في الستوديو بسد علاء الخطيب الكاتب المحلل السياسي أهلا ومرحبا بكم واضحة الكريمين لو بدأت مع لواء دويري سيدة لواء في البداية هل يمكن الآن إعادة أو إحياء تسليح العشائر من شأنه أن يحقق ما عجزوا عن تحقيقه قبل أربع أو خمس سنوات في الواقع حتى يتم هزيمة تنظيم الدولة لا بد من استنساخ التجربة السابقة وهي تجربة الصحوات ولكن بغطر جديدة لأن تجربة الصحوات الجيش الأمريكي كان عديده 130 ألف ولم يستطع هزيمة القاعدة في بلاد الرافدين ولكن الصحوات استطاعت لأسباب ديمغرافية ولأسباب جغرافية وأسباب عديدة الآن الصحوات واجهت انتكاسة كبيرة بسبب عدم الوفاء لمن ساهم في مجموعة الصحوات حيث كانت تخطيط أن يتم دمج 80% منهم في الدولة و20% في قوى الأمن ولكن لم يتم ذلك بل حصل إقصاء وتهميش ومن ثم كانت الساحات واقتحام الساعات الآن عشيرة البونمر تدفع ضريبة باهظة لأنها كانت جزء من الصحوات إذن عندما نتحدث الآن عن محاولة إحياء الصحوات بأطر تنظيمية جديدة وبتلبية المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمكن ذلك ولكن يجب أن تكون ضمن تنظيم حقيقي وليس ضمن فوضى كما يتم الوضع الحالي عندما نتحدث عن حرس وطني إقليمي بقيادة مركزية ترتبط برئاسة الوزراء بهيكل تنظيمي بتوحيد تشكيلات القتال عند ذلك يكون الإجراء إيجابي ويكون هناك ضمانات باستيعابهم لاحقا في القوات العراقية وفي القوات الأمنية وفي مفاصل الدولة المختلفة في هذه الحالة يمكن للعشائر السنية أن تقدم وإلا ستتذكر جريمة ما يحصل مع عشائر البونمر بأنها تدفع ضحية عملها في الصحوات طيب لو تبقى معي سيد لواء أستاذ علاء مرحبا بك أولا قضية الحرس الوطني هل هو إعادة ربما تجربة الحرس الجمهوري لا بالتأكيد هي ليست إعادة لتجربة الحرس الجمهوري ولكن هي حقيقة على غرار حرس الإقليم في الشمال العراقي في كردستان العراق هناك حرس الإقليم وأثبت هذا الحرس أنه جدوى وجوده في هذا المنطقة وبالتالي قدر تمكن من حفظ الأمن في هذه المنطقة لذلك يراد إعادة تنظيم لأنه أهل مكة أدرى بشعبها على هذه القاعدة الحكومة العراقية أرادت أنه تنشئ هذه المجامية أن تسمى بالحرس الوطني وأن تكون من أبناء المنطقة نفسها لذلك هم يتولون حماية هذه المنطقة لأنه التجارب السابقة تعرف العراق حقيقة وضع معقد جدا يعني عندما ننقل جيش من الجنوب إلى المنطقة الوسطى أو من الوسطى إلى الجنوب أو بالعكس كذلك هذه المسألة حقيقة لم تثبت جدوها وبالتالي هناك خطة جديدة لدى الحكومة العراقية تقول قاضية بأنها تشكل مجاميع مسلحة تسمى بالحرس الوطني لحماية هذه المناطق باعتبار أنها هم أدرى بهذه المناطق وبامتدادات العشائر الموجودة في هذه المناطق سيدة لواء فيما يتعلق بالحرس الوطني وبالصحوات الآن أنت تعلم بأنه على مدى ستة أو سبع سنوات تقريبا قتل تنظيم القاعدة عشرات آلاف من الصحوات من رؤساهم والشيوخ عشائر وحتى قدع عسكريون ربما يوم ما قتلوا إلى جانبه لكن الآن ما الذي يدفع هؤلاء إلى إعادة التجربة سيما وأن هناك تجربة مريرة قبل عامين أنها تخلت عنهم الحكومة العراقية وتركتهم فريسة للتنظيم هذا ما تحدثت به في المقاربة الأولى عندما قدت لابد من وجود ضوابط ولابد من وجود تحديدات الآن عملية الانضمام الفوضوي أن يقوم كل فرد بتسليح نفسه كما يجري حاليا وأن يتم تشكيل جماعات مدنية ليس لديها رؤية عسكرية حقيقية وليس لديهم إمكانية التخطيط لا لا لكن العبادي لكن سيد لوا عندكم في الأردن اجتمع العبادي مع كل شيخ العشائر الحكومة هي التي قال لهم الحكومة ستساعدكم على استعادة مناطقكم أو مدنكم من التنظيم الحكومة هي التي ستقدم لهم المال والسلاح والعتاد أخي العزيز نعم وقد تم تحديد مهلة شهر لتطهير الأنبار هذا الكلام أنا وأنت والجميع نتابعه ولكن السؤال لماذا أمريكا تصر على الحكومة العراقية أن تسلح العشائر إذن هناك في شيء حلقة مفقودة لأن هناك تحفظات من جهات أخرى كما أورد التقرير على تسليح العشائر وأنت استخدمت مصطلح الحرس الوطني والحرس الجمهوري رغم التباين في المفهوم وفي الدور إذن العشائر السنية تعاني من تهميش تعاني من إقصاء تعاني من مظلمات تعاني من أربع إرهاب ما الحلقة تسليحة يا أستاذ أدواري أنا متفق مع تسليحها أنا مع تسليح العشائر ولكن ضمن تنظيم هيكلي واضح محدد المعالم ولديه رؤية وخطة ليس العملية الفوضوية أنا أقول لا بد من إنشاء حرس وطني إقليمي بقيادة مركزية ترتبط مع وزارة الدفاع أو مع وزارة الداخلية أصحاب الشأن يحدد ذلك ولكن لا بد من هيكل تنظيمي واضح ومن أدوار محددة ومهام محددة ومآلات محددة وإلا بدون ذلك ستكون العشائر تعيد التجربة القاطعة وسيلدغ المؤمن من جحر مرتين فيما تعلق بأسرار الولايات المتحدة الأمريكية على تسليح العشائر هل تتفق مع رؤية اللواء الدواري؟ لا بالتأكيد لا تتفق معه لأنه حقيقة اللواء الدواري هو يؤكد على قضية طائفية والحكومة العراقية تؤكد على عراقية الموقف في قضية تسليح العشائر لكننا تعلم أن المالكي كان لديه تجربة طائفية نحن لا نتكلم عن المالكي حقبة المالك انتهت ونستلف صور الماضية لا لا ويتكلم عن معطيات جرت وعانى منها الأهل السنية هو في الحقيقة لا يعرف المعطيات لأنه لا يعرف بالساحة العراقية بالتأكيد ويقول أن العشائر السنية مهمشة ولا أدري هو هل يطلع على العشائر الشيعية في الجنوب أنه هل مهمشة أم غير مهمشة وهذا الدور طبعا بالتأكيد هي ليست العملية فوضوية كما تحدث سيادة اللواء هي عملية منظمة وتحت أمرة الدولة حتى الحجد الشعبي وهو الذي يقابل الحرس الوطني في هذه المناطق هو حقيقة ليس عملية فوضوية وأنه كل هذا يجري تحت سيطرة الدولة الحرس الوطني ما الفرق بينه وبين الجيش الحرس الوطني أنه قلت لك الجيش العراقي شيء مختلف تماما الحرس الوطني هو يتبع لوزار الداخلية كما هو مبين أو كما حقيقة صرحوا بعض المسؤولين الحرس الوطني هو عبارة عن حرس مرتبط بالحكومات المحلية وليس بالحكومة المركزية لكن هو تحت أمرة الذي هو يشبه اللجان الشعبية تقريبا هو مثل اللجان الشعبية مدنيون يتطوعون بشكل رواتب ويأخذون الرواتب ولكن هؤلاء هم حرس هم بالجيش هم ضمن القوى العسكرية والأمنية للدولة ولكن هم يمثلون حقيقة نواة لحماية هذه المناطق أما أنه نتحدث عن قضية أنا أعتقد أنه السيد اللواء وغير السيد اللواء يجب أن يبتعدوا عن هذه اللهجة طائفية واللغة طائفية دعونا نبني العراق وأن لا نتحدث بهذه اللهجة لأن هذه مضرة حقيقة بشعبنا ومضرة حتى في المنطقة وداعش لا تستهدف العراق تستهدف الأردن وستهدف كل المناطق دكتور دويري تعتقدون أنه سيتمكن العبادي من تخطيط هذا المطب الذي وقع من قبل سلفه المالكي سيدنا أنا أتمنى ذلك وأنا لا أتحدث في بعض طائفي لكن دعنا نضع لأول نقاط على الحروف يعني سيدنا أنت كررت العشائر السنية وتهميش العشائر السنية بحدود عشر مرات هذا واقع لا 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 ليس واقع هذا واقع العشائر السنية كلها تقول حتى العبادي يقولها مهمشة طبعا العبادي تعرف بذلك قال عمسو لا مهمش ليس كل العشائر السوء والدليل على أن هناك البنور يتعرضون إلى نعود إلى جكتور الدولة فضلا لو سمحت لي الحديث عن تهميش العشائر هذا هو حديث النخبة العراقية ولكن دعنا نضع النقاط على الحروف عندما نتحدث عن الحجد الشعبي مختلف عن الحرس الوطني لماذا؟ لأن الحجد الشعبي جاء من تنظيمات موجودة أصلا عصائب أهل الحق حزب الله قوات بدر إلى غير ذلك إذن هناك مرجعيات سواء رغبنا بها أم لم نرغب بها موجودة وتنظيمات موجودة تم دعمها فيما أطلق عليه بعد الفتوى بالحجد الشعبي والتحق بها أعداد كبيرة الآن الوضع في المحافظات السنية مختلف وأنا أعتذر أنا لا أقصد الطائفية ولا أقبل بالطائفية يعني ممكن أن تستبدل هذه المحافظات الوسطى أفضل لك لو سمحت لي هكذا تسمى في الجغرافية العراقية والديمغرافية العراقية طيب الآن عندما نتحدث عن هذه المحافظات ونتحدث عن ما مرت به في مرحلة الصحوات الآن هناك مطالبات حقيقية من أجل إنشاء قوة محلية إنجازة تسميتها ترتبط بحكومة المحلية وترتبط تنظيميا بقيادة أعلى فقط تكتليا فقط أستبيد من خبرتك العسكرية الآن ما الاستراتيجية العسكرية المتوجب أن يتخذها عندك أنت غطاء جوي دعم بري ما المتوجب ما الاستراتيجية الجديدة التي يجب أن يتخذونها أمام تمدد كبير للتنظيم في تلث العراق تقريبا سيدي الآن الجيش العراقي حقق إنجازات في جرف الصخر حقق إنجازات في الظلوعية حقق إنجازات في طوز غرماتو حقق إنجازات اليوم في بيجي ولكن هي إنجازات محدودة قياسا مع الانهيار المريع الذي تعرضت له تشكلات الجيش العراقي الآن لماذا نتحدث عن قوات حشد شعبي وقوات حرس وطني لأن الجيش العراقي غير قادر على إنجاز المهمة دون دعم من الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاته الآن عندما نتحدث عن حرس وطني نحن نتحدث عن أبناء المنطقة الذي يعرف كل جزئية في هذه الجغرافية وبالتالي إذا تم تنظيم هذه الجماعات بتنظيم محكم ودقيق وتم تسليحهم هم الوحيدين القادرين على الهزيم السريعة الحق الهزيم السريعة بقوات داعش ما عدا ذلك سندخل في متاهات وعمليات طويلة أنت تلاحظ تقدم الجيش العراقي باتجاه بيجي مر عليه أسابيع من التحضير وأيام من العمليات والآن حتى دخل إلى مركز مدينة بيجي سؤال أخير لأستاذ علاء الخطيب ما تعالت له عشيرة البونمر هل لأنها من الصحوات أو لأن عدد من أفرادها ينتمون للصحوات أم لأنهم بايعوا ثم نقضوا أم ما الذي حاله؟ حقيقة تداخلت حقيقة هذه الأسباب كلها تداخلت طبعا أنت قالوا البونمر عشيرة معروفة في تلك المنطقة طبعا ذلك العشرات منهم بالمئات نعم كما ذبح سبايكر القضية في سبايكر ذبحوا 1700 ولا أحد يتحدث اليوم اللي يتحدثون عن البونمر في الحقيقة نحن نتعاطف مع هذه العشيرة الكبيرة هذه العشيرة حقيقة سانة الحكومة العراقية وكانت ضمن برنامج الصحوات وقدمت ما قدمت منه الشهداء وبالتالي تتعرض اليوم إلى حملة إبادة يجب على الحكومة العراقية أن تقف معها طبعا أسباب تعرض هذه العشيرة لهذه الهجمة يكمن في سببين الأولى أنه كانت ضمن الصحوات والثانية أنها رفضت البيعة بيعة أبو بكر البغدادي والثالث أنا أعتقد أنه التراجع الكبير الذي حدث لتنظيم داعش في هذه المنطقة جعل العشائر العراقية سيحرض غير عشائر لأنه في الحقيقة في الظلوعية هناك تجربة مع عشائر الجبور كانت تجربة ناجحة جدا وعشائر الجبور تمكنت من صد هجوم داعش وكذلك في المناطق الأخرى يعني العشائر كلها تحفزت في أن تطهر هذه المنطقة بعد أن رأت الأعمال الإجرامية التي قام بهذا التنظيم وبالتالي أنه لابد أن يقفوا مع الحكومة العراقية ويطردوا هؤلاء شكرا جزيلا لكم علاء الخطيبة كاتب المحليل السياسي وشكر موصول لواء الدكتور رفيز دويري الخبير العسكري كنت معنا من العاصمة أردنية عمان ملفات متواصل معكم من الغد العربي في لندن وتتابعنا فيه بعد قليل الجيش الليبي سيطر على مدينة بنغازي ويستعد لاختحام مناطق يتحصن فيها المتشددون الإسلاميون